بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يخلي زمانا ولا مكانا من قائم لله بحجة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هدى أمته إلى الخير وتركهم على المحجة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصار دعوته والمستمسكين بسنته والمجاهدين جهاده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين اللهم اجعلني وإخوتي وأخواتي منهم واحشرنا معهم يا رب العالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي في هذه المحاضرة التي هي من ضمن نشاطات وأعمال مركز الشيخ علي الغرياني رحمه الله للكتاب ومن خلال أروقة المنارة العيساوية للقرآن الكريم والعلوم الشرعية مركز الشيخ علي الغرياني بمدينة تاجوراء والمنارة العيساوية بمدينة منصراتة هذه المراكز وهذه المنارات وهذه المؤسسات الخيرية التي تعمل على نشر الوعي والثقافة الإسلامية وتحيي موات الأمة وتوقظها من سباتها فجزى الله القائمين عليها والناصحين لها والعاملين للإسلام وأهله خيرا ما يجزي الله الصالحين والمحسنين والعلماء والعاملين اللهم اجعل لنا من العمل إلى الخير والدعوة إليه نصيبا أوفرا يا رب العالمين إخوتي أخواتي عنوان محاضرتنا عام عصيب والنصر إن شاء الله قريب ما هو هذا العام؟ هل هو عام الرياضات والكؤوس والأندية؟ هل هو عالم المسرحيات والفوازير والتمثيل؟ هل هو عام الصراعات السياسية والحروب أقرب إلى الأخير؟ إنه عام فلسطين وما أدراكم ما فلسطين؟ عام غزة وما أدراكم ما غزة؟ غزة العزة، غزة الجهاد، غزة الإيمان، غزة الصبر واليقين عام عصيب قضاه أهل غزة خصوصا وأهل فلسطين عموما ومن ناصرهم وحارب معهم وأقام الحجة على غيره من أهل الخير والجهاد في سبيل الله قضوه عاما عصيبا بين الضرب والتهجير بين الخوف وكل ما يؤذي الإنسان في جسده وفي أمنه وفي حياته وفي مأكله ومطعمه ومشربه وملبسه قضاه هؤلاء الناس بين الضرب بالقنابل والطائرات والبوارز والأسلحة الفتاكة وهم بين جدران البيوت وبين أروقة الخيام في أماكن الهجرة والنزوح وبين حيطان المدارس والعدو يفتك بهم ويتخلى من كل إنسانية ومن كل سمة من سمات البشرية حرب هوجاء وضرب عميق وخذلان يقابل هذا من أمة لا إله إلا الله ومن أهل العروبة والنسب ومن القريب والبعيد إنه حقا عام عصيب مر على إخوة لنا في الله يدينون بديننا ويستقبلون قبلتنا ويتلون قرآننا ويؤدون صلواتنا ولكنهم أولى منا بكل ذلك إن هذه الشعائر وهذه العبادات يؤديها كثير بل الأكثر من المسلمين تأدية جوفاء هي أقرب إلى الطقوس منها إلى التربية والعمل والإصلاح يؤدونها عادة قد تكون خالية من العبادة والخشوع لله والتقرب إليه والشعور بربوبيته ووحدانيته والشعور بمسؤولية المسلم والمؤمن بل ويجب أن يكون أحدنا محسنا أين أعمال وثمرات هذه العبادة في الأمة إن أولئك الرجال بل قل أولئك الناس لأنهم أدوا ما عليهم من رجال ونساء وأطفال وشباب وفتيات وشيوخ وعجائز وعلماء وعامة الناس قل عنهم أولئك الأبطال الذين قضوا هذا العام بين هذه الحروب المتتالية أطنان وقناطير مقنطرة من الذخائر ومن الأسلحة الفتاكة صبت عليهم صبا فلم تحرك فيهم قيدة أملة من الشعور بترك أرضهم أو بالكف عن محاربة عدوهم بل زادتهم صلابة وشدة وبعسة فجزاهم الله خير الجزاء أولئك الأبطال أولئك الناس أولئك المؤمنون حقا أولئك المحسنون سلامنا إليهم ودعاؤنا لهم وقلوبنا معهم فجزاهم الله خير الجزاء إنهم أحيوا فينا سنة الجهاد التي ركدت وكادت أن تنسى من أبناء الملة وأهل القبلة الجهاد في سبيل الله وصل الحد فيما تناهى إلى أسماع مؤخرة أن بعض المعاهد الفنية مقرر عليها باب الجهاد فعملوا من باب الأوامر والتحذيرات ومن باب الإلزامات إن صح التعبير أن يحذفوا هذا الباب كباب رسمي وكعلم فقهي وشرعي إننا في أن يحذفوه من محتويات المنهج للقلاب إن المعاهد وهم من يعادلون الثانويات في مراحل التعليم المعروفة هم شباب الأمة أصحاب الستة عشر والسبعة عشر والثمانية عشر من أبناء الأمة يجب أن يأخذوا الإسلام كاملا غير منقوص ويجب أن تثار فيهم هذه المواضيع فإنما ركدت الأمة بركود شبابها وتميعت الأمة والقضايا معها بتميّع شبابها وانحلالها وانصرافهم عن الرسالة الأولى والهدف الأسمى وهو إعزاز المسلمين وإقامة دولة الإسلام تميّع الشباب إنما تميّعهم هذا جنته الأمة تميّع بماذا؟ باللهث والجري وراء المباريات التي يبثها الإعلام المضلّل والمشوّش على أفكار الأمة وعلى أفكار الناس جميعا يبثونها ليلاً ونهاراً صباحاً ومساءاً لماذا؟ ليروّضوا الأجسام وليبثوا الثقافات كلا وألف كلا إنما ليضلّلوا الناس وليبعدوهم عن رسالتهم الأسمى وهدفهم الأعظم وهو العمل للإسلام ورفعة الإسلام وأهله ألهوهم بالمسلسلات وبالأفلام الهابطة وبكل ما من شأنه أن يبعد الشباب الذين هم القوة بعد ضعف حيث يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير هذا الشباب ينبغي أن يحرك وينبغي أن تثار فيه مشاعر المسلم وأن تثار فيه العاطفة الإسلامية الجياشة مقرونة بالعلم الشرعي الصحيح والفكر والمنهج السديد الذي يخدم الإسلام وقضاياه الكبرى وهل هناك قضية أكبر من نصرة الإسلام وأهله وإعزاز أهل الجهاد ونصرتهم كيف بنا؟ وقد سمعنا كما قلت عن من يريد أن يحذف بل وقرر وأمر بحذف هذا الباب العظيم الذي ينبغي أن يثار في شباب المسلمين من محتويات المنهج العلمي والثقافي والحبل على الغارب ينبغي أن نحارب هذه الأفكار وأن نقف ضدها بالمرصاد وأن نشعر بواجبنا تجاه إخوة لنا أدوا الرسالة التي كلف بها كل من يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بهم الواجب واجب النصرة للإسلام واجب الدفاع عنه واجب الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد إخوتي في الله مر على هؤلاء الأبطال وأولئك الرجال والنساء والأطفال الكرماء العظماء عام وهم يضربون بكل قوة ويزداد العناء يوما بعد يوم ويتصاعد الضغط والحرب منعوهم الطعام والشراب ومنعوهم كل مقومات الحياة هدموا البيوت على رؤوسهم وقضعوا عنهم الطعام والشراب وهدموا المساجد وهدموا المؤسسات وهدموا المزارع وأحرقوها وأتلفوا محاصيلها كل ذلك من أجل التضييق على أولئك الأبطال أن يخرجوا من الأرض ويتركوها للصهاينة الغاصبين وللأمريكان المستكبرين وأنا لهم ذلك فسلامنا وتحياتنا ودعاؤنا وجهادنا وأموالنا بما نستطيع وبما يسر الله لنا لأولئك الناس بارك الله جهادكم ونصركم الله وأعزكم الله وأبدلكم من حزنكم فرحا ومن حربكم نصرا ومن خوفكم أمنا ومن جوعكم شبعا ومن عطشكم ريا ومن شقاوتكم الجسدية سعادة في الدنيا والآخرة رحم الله الشهداء وبارك الله المجاهدين وانتقم الله للمظلومين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والعجائز هذه النقطة الأولى أما الثانية فهي نظرة الناس إلى أولئك الرجال والأبطال انقسم الناس بين ناصر بما يملك من مال ومن عدة ومن عتاد ومن كلمة طيبة ومن دعوة خالصة صادقة ومن نشر لحالهم وأحوالهم وبين محارب لهم في صفوف عدوهم يمد العدو بالعتاد والسلاح ويمده بالسيارات للإسعاف والمواصلات ولكل حاجة يحتاجها الصهيوني اليهودي الأمريكي الغاصب وبالإعلام المضلل والمروز للفتن والمشكك في جهاد الأبطال المسلمين المؤمنين المخلصين المحسنين وبين مخذل لأبناء الأمة بقوله إن هؤلاء الناس يعني حماس ومن هو على شكلة حماس بل قل كل الفصائل التي تعمل في المقاومة الفلسطينية المباركة ضد العدو اليهودي الصهيوني الغاصب يشكك في أمرهم ويقول فتحوا بابا لم يستطيعوا إغلاقه ودخلوا معركة لم يكن لهم عددها ولا عدتها ولا خطتها يخذل أبناء المسلمين وخاصة الشباب ويهزأ بمن يدعو ويقنط في صلاته لأولئك الناس ويهزأ بمن يقف مظاهرة ونصرة للأبطال والمجاهدين ويخذل من يدفع درهما في صندوق الجهاد لأداء واجب الجهاد بالمال بل إني رأيت بأم عيني بعدما سمع إماما يقنطه في صلاته وفي المسجد صندوق للحملة للتبرع لأهل فلسطين المجاهدين الناصحين وصندوق للتبرع لخدمات المسجد وصيانته وأعماله فترك صندوق الجهاد بعد الصلاة ووضع درهمه في صندوق المسجد لا نقلل من الصدقات على المساجد ولكن هذه الظاهرة التي رأيتها وفهمت منها أنها رد على الإمام الذي دعا على اليهود والأمريكان والنصارى والفاجرين ودعا للمجاهدين ومن نصرهم وأعطاهم وآواهم رد عليه أنك ماذا تقول وهانذا أتبرع لمساجدنا ولبلادنا بعيدا عن نصرة المسلمين المجاهدين إن هذه التصرفات وإن هذه الإشارات فيها رسائل وفيها لمحات بل قل وتصريحات لأفكار هؤلاء الجامحين البعيدين عن الفكر السوي والمنهج الصحيح هداهم الله سبحانه وتعالى أو صرف أفكارهم ومناهجهم عنا هؤلاء المخذلون ومن الناس من هو صامت وهذا لا يقل شأنا عن المحاربة وعن التخذيل لأن الصمت يكون في محله الصمت أو السكوت عن الحق شيطنة خرساء شيطنة خرساء الصامت هذا لم يبح بكلمة ولا بنصيحة ولا بدعوة ولا بإعلام ولا ببيان بل ولا بدرهم هؤلاء يقولون لا يعنينا أمر أولئك همنا في بلادنا وكل بلاد لها همها ومشاكلها ومآسيها لا يا أخي لا يا أختي إن قضية المسلمين الأولى هي إعزاز الإسلام وأهله وأول من يستحق الإعزاز ويستحق الرباط معه بما أتيح وبما أمكن هم أهل القبلة الأولى أهل فلسطين أهل بيت المقدس أهل غزة فصححوا أفكاركم واعلموا أن واجب العمل لهم قبل العمل على أو الحديث عن السيولة في بلاد من البلدان كبلادنا أو عن الوقود أو عن الغلاء أو عن أي أمر هو لا يعد أن يكون من نافلة القول أو من كماليات الحياة أولئك الناس لم يجدوا لقمة يسدون بها جوعهم ولم يجدوا شربة يطفئون بها لهب ضمائهم ولم يجدوا يعني أي شيء من مقومات الحياة فماتوا جوعا وماتوا حبسا وماتوا قسرا وماتوا تحت الركام فهي خير ميتة ميتة فيها إذاء للجسد فيها تعبير عن الطموح فيها تعبير عن الإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى بعد كل هذا نأتي إلى واجب الأمة تجاه أولئك الناس إنني لا أستطيع أن أقدم أحدا من الأمة عن الذين تبوأوا مقعد القيادة والرئاسة والحكم الحكام ومن هذا النداء أدعو كافة العلماء وكافة الدعاء وكافة الخطباء والوعاب أن يشددوا على أمر دعوة الحكام باللين أولا باللين وبتذكيرهم بواجبهم وبضرب الأمثلة للقادة الفاتحين والولاة الناصرين لدين الله المعزين لخلق الله المسلمين أولئك الرجال الذين أثرت فيهم صيحة امرأة حين قالت وإسلماه حين قالت ومحمداه حين قالت ومعتصماه فكانت الحروب وكان النصر حليف المسلمين مع قلة العدد والعدة هؤلاء الحكام لم يجهلوا هذه المواقف ولكنهم لم يعبأوا بها ولم يتدبروها ولم يعرفوا وإن عرفوا تنكروا لواجبهم لم يعرفوا أنها تعنيهم وأنها أمثلة حية لهم طواها التاريخ في بطون الأرض والكتب فيا حسرة على العباد من الحكام الذين تنكروا لهذه الواجبات على العلماء والخطباء والدعاء أن يتجهوا إلى الحكام والرؤساء بكل مسمياتهم هذا ملك وهذا أمير وهذا سلطان وهذا رئيس وهذا 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 بكل ألقابهم ومسمياتهم من تحملوا المسئولية في هذه الأمة من عربهم وعجمهم أن يعرفوا واجبهم فينبغي لأهل الدعوة أن يوجهوا هذه الكتب وهذه الرسائل ليشعروهم بواجبهم وليحركوا النخوة فيهم إن كانت فيهم نخوة فإن أبوا وقد أبوا حقيقة فليجهروا بحكم الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الذين خانوا الأمانة ونقضوا العهد وتركوا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من آياته الواضحات البينات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح الملاح التي تدعو تصريحا وتلميحا وعبارة وإشارة إلى أن أمر الجهاد في سبيل الله ووقوف الأمة صفا واحدا ضد عدوها وضد محاربيها من أوجب الواجبات على الأمة جميعا وعلى الحكام أولا ينبغي أن ندندنا جميعا حول هذا ولا نيأس فقد يرطب الله القلوب وقد يهديها ويبصرها بواجبها هؤلاء الحكام هم العقبة الأولى وهم العتبة الأكبر في طريق الجهاد في سبيل الله وفي طريق الالتحام بين المسلمين وتحقيق أخوتهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم هؤلاء الحكام ينبغي أن يعرفوا واجبهم وأن يسخروا هذه الجيوش وهذه النشرات وهذه الخدمات وهذه الأموال في إعزاز المسلمين بذلك يؤدون واجبهم ويسطرون تاريخا شريفا ومشرفا لهم ولعائلاتهم ولبلدانهم وللتاريخ أجمع فيذكروا بخير فلان في الدولة الفلانية وبصفته الفلانية في المكان الفلاني وفي اليوم الفلاني وفي الزمان الفلاني قام بكذا وكذا وكذا أعد جيوشا أرسل مالا أرسل ذخيرة فتح حدودا أسهم بقدر ما يستطيع في مجابهة العدو الغاشم الذي لا يفرق بين من يقول لا إله إلا الله كيفما كان نهجه وكيفما كانت صفته وكيفما كان مكانه وزمانه إنهم يبغضون الإسلام ومن ينطق بكلمة الإسلام ويبغضون رسول الإسلام ومن يؤدي شعائر رسول الإسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فلتفطنوا لهذا ولتعلموا واجبكم العلماء هم ورثة الأنبياء ينبغي أن يكونوا مجاهدين بما يستطيعون بما قدروا عليه يقفوا في صفوف المقاتلين وفي جحافل المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى ويبين لهم الحق ويشدوا من أزرهم هذه هي أمانة العلم أما الأحكام الشرعية فإنها مبسوطة مبثوثة ولا مانع ولا معارض ولا تعارض بين الجمع بين الأمرين بين ثبيين العلم الشرعي والدعوة إلى الله وبين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالقول الفصيح الصريح الذي يسمعه المسلم والمتلقي في كل جمعة في مسجده وفي الخطبة التي أوجبها الله على المسلمين وأن يقولوها وأن يستمعوا إليها في كل برنامج من برامج الإعلام في كل لمحة من لمحات الثقافة واللقاءات والندوات والمؤتمرات هكذا تحيى الأمة بثقافتها بعلمائها بمثقفيها بمعلميها بمن يصنع الثقافة ويتعامل معها ويسديها نصيحة وأمانة وتعليما وتوجيها تصريحا وتلميحا هذا واجب العلماء أما عامة الناس فكل في ميدانه وكل في محرابه وكل في حقله وكل في مصنعه ومتجره ينبغي أن يكون حديث الناس المسلمين جميعا أينما كانوا وحلوا أن يكونوا في أحاديثهم ينصرون أولئك الناس ويبينون الحقائق ويفرحون بفرحهم ويحزنون لحزنهم ومن أعظم الأمور التي ذكرها أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الحكمة وأهل النصيحة هي المقاطعة إخوتي أخواتي ما معنى أن تتصدر شركات البيبسي وأمثالها موائدنا في المناسبات وفي اللقاءات وفي الولائم وفي المربيع وفي كل مكان قاطعوا شركات التعامل مع العدو الصهيوني البغيض من شركات الأكل ومن شركات الشراب ومن شركات الزينة مواد زينة ومن شركات مواد البناء ومن كل ما من شأنه أن يحتاجه المسلم قاطعوهم بنية النصرة لأهل الحق فإن هذا سلاح عظيم فتاك الناس الذين وأشكرهم على هذه الإحصاءات وهذه المتابعات الذين يتابعون وينقلون الإحصائيات يعدون الأيام القليلة في المقاطعة وترك الزبائن والعملاء لهذه الشركات يعدون الخسائر بمليارات الدولارات وتعرفون قيمة الدولار في الدول النامية ودول العالم الثالث ودول العرب على الخصوص كم يساوي يساوي كثير من الأحاد اللي يكون عشرات من الدنانير في بلاد المسلمين ولجونيهات وما إلى ذلك بكل اختلاف العمولات فعندما يخسر أهل الباطل وأهل البغي وأهل الحقد والمكر للمسلمين مليارات الدولارات يكون ذلك سببا لإضعافهم فلا يأتي اليوم الذي تنفذ فيه خزائنهم وتنفذ فيه ذخائرهم وتضعف فيه قوتهم فتكون القوة وتنقلب لأهل الحق والإيمان لا تستهينوا ولا تقولوا هذا شيخ يخرف ويحكي وهذا إعلامي يعني يدرز وهذا كذا هذا بعيد لا ماذا لا والله لقد ثبت بالتجربة والواقع أن هذا سلاح عظيم فاحرصوا عليه ولا تكون من الخاذلين المخذلين إخوتي أخواتي علينا جميعا أن نقف صفا واحدا وأن نسجل هذا العام بمداد من نور وعزة وفخر في تاريخ الأمة إنه عام سيلحق بأعوام المقاطعة لبني هاشم للنبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته ومن آمن معه سيلحق بمواقف الخندق وأحد وبدر والحديبية وفتح مكة التي عانى فيها المسلمون الأولون صلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه ورضي الله عن صحابته ومن تبعه وولاه سطروا فيها الخير وعانوا فيها العناء الكبير ولكن العاقبة للمتقين ومن التقوى الوقوف مع الحق ونصرة أهل الحق إخوتي أخواتي لا تعدمون وسيلة ولا تعدمون حيلة ولا ينقصكم رأي ولا خير إن أنتم يعني شبعتم من كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبرتموه وقرعتم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحولتموها واقعا عمليا محسوسا مرئيا بين الناس عليكم أن تعرفوا واجبكم وأن تسجلوا وأن تسطروا هذه المواقف وأن تنشروا الفيديوهات والأخبار من المعاناة التي يعانيها إخوتنا ورجالنا ونساؤنا وأطفالنا وشيوخنا ومقاتلون ومجاهدون في أرض البركة في الأرض المباركة في الأرض المقدسة في أرض الشام في أرض القدس في أرض غزة العزة عليكم أن تنشروا هذا كما يرافقها الخزي لأولئك المعتدين الغاصبين من الصهاينة العابثين ومن الأمريكان المستكبرين والفجرة والظالمين أنشروا ما يبين ضعفهم ويبين حسرتهم من الهروب هلعا وخوفا ومن الموت قتلا ومن الأسر ومن كل ما يؤذيهم فإنهم يهتمون بالإعلام ويتابعون الأحوال إذا رأيتم رجلا من رجال الجهاد يخطب ويواجه الصهاينة المعتدين فاحفظوا هذا الفيدو وانشروه بين الناس وتدبروا كلماته واعلموا أنه ليس ممثلا وليس يعني متحايلا وليس متقمصا لثياب ليست له إنما هو من رحم المعاناة ومن قلب المعركة عندما يتحدث السنوار رحمه الله حيا وميتا ورضي الله عنه وأرضاه وكتب الله العزة والنصر على يديه وعلى يدي إخوته وأخواته وأنصاره وعندما يتحدث الفصيح الصريح أبو عبيدة رحمه الله كذلك حيا وميتا وسلمه الله من عدوه وكتب له أجر الشهادة في سبيل الله وسلمه من عدوه ونصر الله به الأمة هو ومن معه عندما يتحدث هؤلاء الأبطال وعندما يحلل الدوير وأمثاله الذين عرفوا الحق واتدوا إليه ونصحوا الأمة في نشره وفي دعوة الناس إليه احفظوا هذه الكلمات وعوها جيدا وعلموها أولادكم وبناتكم وعيشوا على هذا والله الذي لا إله إلا هو ستجدون السعادة وستجدون الراحة مهما عمكم ومهما كان حولكم من الحالة المالية أو النفسية مهما كانت أحوالكم ومهما ادعيتم من بعس وشقاء فإن الانخراط في هذه الأمور أمر الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والبدل المال والكلام والحال والمآل فإن عاقبته ستكون خيرا وسعادة وطمأنينة وصبرا فماذا وجدنا تجاه ما وجدوا وماذا لاقينا بجوار ما لاقى أولئك الناس رحمة الله عليهم وسلامنا لهم ودعاؤنا لهم وهنا نأتي إلى النقطة الأخرى وهي نقطة البشائر البشائر التي تحقق فيها كلام الله وتبين فيها موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم المسكنة كتبت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا هذا كلام الله نقرأه ونلامس الواقع في قرون مضت وسنين عديدة مرت ونحن نقول أين الذلة هم في عزة هم في مال في بحبوحة في صناعة في زراعة في قوة في سلاح لا أما حبل الله فقد انقطع عنهم كما انقطع عن كل من عصاه وحاربه وآذاه وأما حبل الناس فبدأ يتقطع كم من مظاهرات وكم من مواقف وكم من تصريحات وكم من تحليلات بينت جرم هؤلاء الناس وأنهم ليسوا ببشر يعني تخلوا عن الأمور العساسية للبشرية وتبين كذبهم وافتراؤهم من إنشاء هيئة الأمم المتحدة ومن إنشاء حقوق الإنسان بل حتى حقوق الحيوان لم يعبأوا بها ضربوا كل أخضر ويابس في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين تنصلوا ونزعت منهم أدنى معاني الإنسانية هذه هي الذلة الحقيقية كانوا كاذبين أين حقوق الإنسان وأين حماية المدنيين وأين الديمقراطية المدعاه عندهم وأين كل ما في ظاهره يكون فضائل ولكنه بالتطبيق والتعامل يكون فضيحة وفضحا وهتكا لأستارهم وأسرارهم هذه من البشائر التي نفرح بها وكذلك هذه الانتصارات إخوتي أخواتي لا تقارنوا بين أموات المسلمين الذين نحسبهم شهداء في سبيل الله من المظلومين والمدنيين بل قارنوا بين موت الجنود مات من جنود الصهاينة أضعاف أضعاف ما مات من المجاهدين والأبطال وهذا نصر في حد ذاته وهذا نصر في حد ذاته فاستبشروا وتفائلوا خيرا واعملوا على نصرة إخوتكم وادعوا لهم ولا تستهزئوا بالدعاء فإن الدعاء هو العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي الدعاء عن العبادة وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه وعد من الله سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لا تقول دعونا ودعونا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وما يجول في خاطر الناس بيّنه قبل ألف ويزيد من السنين فقال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل قالوا وما يتعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر ويترك الدعاء فيستحسر ويترك الدعاء دائما أقول في كل لقاء وفي كل دعوة وفي كل كلمة وفي كل محاضرة وفي كل وقفة أئمة مساجدنا أئمة مساجدنا عليهم مجوبا عينيا فرديا أن يقوموا بواجب الدعاء والقنوط ليؤمن الصالحون فكم من مؤمن أقبل عند الله من داعٍ إخوتي لا تجعلوها طفرة ولا تجعلوها صيحة عابرة ولا تجعلوها تعاملا آنيا وقتيا محدودا بل اجعلوها في قلوبكم وادعوا الله في سجودكم وادعوا الله في قنوتكم وأخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى وأنتم أيها المأمومون لا تستكثروا الدعاء ولا تكرهوه فإن من كره الدعاء قد استكبر على الله سبحانه وتعالى وخان أمانة الجهاد والنصرة للمستضعفين والمجاهدين والمقاتلين بذلك نكون قد أدينا واجب الله سبحانه وتعالى ولا تستهتروا ولا تستخفوا بالمقاطعة فإنها سلاح فتاك كما بينت لكم وكما بين أهل العلم والدعوة والنصح والإرشاد بارك الله في من بذل حبة عرق في سبيل جمع التبرعات وفي سبيل إعداد العدة وبارك الله في من قال كلمة طيبة في حق المجاهدين والمرابقين وبارك الله في من خطى خطوة في هذا السبيل وبارك الله في من دعا دعوة خالصة من قلبه لأولئك الناس إخوتي لا تيأسوا ولا تستحسروا ولا تستطيلوا الطريق فإن الطريق طويل والطريق عانى فيه الأنبياء معانا وقدم فيه المصلحون ما قدموا فرق بين الأحبة والإخوة والأبناء والبنات والآباء والأمهات وعذب من عذب في سبيل الله وسجن من سجن وبالمناسبة مسجونون اليوم دعاة مخلصون في كثير من بلاد المسلمين لسيما بلاد الحرمين الشريفين فرحم الله هؤلاء العلماء أحياء وميتين ونصرهم وعافاهم وسلمهم من سياط عدوهم وقهر الله الجبابرة والملوك والأمراء الغاشمين الفاسدين اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين وأخرج هؤلاء العلماء والدعاء من ظلام السجون أخرجهم لتلاميذهم ولأهليهم ولمتابعيهم ينصحون ويبذلون واكتب كل ذلك في موازين حسناتهم إخوتي في الله لا الحقيقة يبقى أو لم يبقى لنا إلا أن نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء ونسأله أن يعيننا وأن يستجيب لنا فإن الدعاء مأمول كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن له من الأجر والعطاء على ثلاثة أحوال إما أن يستجاب كما دعى الداعي وإما أن يدخر له أجر ذلك في الآخرة وهو أعظم عطاء وإما أن يدفع عنه من السوء بمثله وقال القائل أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تعلم بما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فاللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أبليت اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك ومصطفاك وعلى حبيبك ومجتباك الذي جاهد في سبيلك حق الجهاد اللهم انصر أمته اللهم أحيي سنته اللهم انصر ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه الطهور شربة لا نظمأ أبدا اللهم انصر المجاهدين المقاتلين اللهم انصر من نصرهم ووالي من ولاهم وعاد من عداهم وأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم وآذ من آذاهم وحارب من حاربهم اللهم أعطي من أعطاهم اللهم امنع من منعهم اللهم انصرهم عاجلا غير آجل اللهم أبدل حزنهم فرحا وجوعهم شبعا وعطشهم ريا وشقاءهم سعادة وخوفهم أمنا اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم يا رب العالمين واكتب لنا حظا أوفر من الجهاد في سبيلك اللهم حطم الحدود اللهم اكسر القيود اللهم اجمع كلمة المسلمين على حرب اليهود اللهم أرن فيهم يوما كيوم عاد وثمود وكيوم فرعون وهامان وقارون والنمروت يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم الصهاينة واليهود وأنصرنا عليهم اللهم اهزم الأمريكان اللهم حطم بنيانهم اللهم أضعف شوكتهم اللهم أفلسهم اللهم خذل بينهم وبين اليهود وعليك بالطغاة والمتجبرين والحكام الخائنين من البشر أجمعين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته